أستاذ سامي برضو المباراة القادمة مباراة المغرب مباراة عربية ومباراة صعبة ومنتخب المغرب الحقيقة واحد من أفضل المنتخبات الموجودة في البطولة وفي نفس الوقت عندهم خبرة كبيرة جدا بالمنتخب المصري هذه الإشكالية الأساسية يعني معروف أن كل فرق الشمال الأفريقي يعني بتبقى صعبة معنا شوية هم يعني حابين أن هم يعني حابين أن هم يبقى في الصورة أكثر يعني دايما زي منتخب مصر بالضبط يعني نحن يعني نتكلم في جران 50-50 يعني يعني نتكلم في جران حتى يعني مصار الأندية بطولات الأندية تلاقي دايما المغرب تونس في سكتنا الجزائر يعني في سكتنا طبعا وتبقى أصعب مباريات طبعا فأنا يعني إحنا مذكرينهم وهم مذكريننا طبعا وزي ما قال كابتو الشوئي يعني إحنا حافظين بعض كويس قوي وبالتالي يعني هي موراء مش سهلة لكن يبقى إرادة اللعب في الملعب إرادة لعبتنا في الملعب أن هم يكملوا زي ما حصل النهاردة كان التحدي صعب برضو رغم أنه يعني كدفار يعني أنا شايف أقل من مغرب شوية لما الفرصة موجودة أنا قدامي أنا قدامي 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 المغرب والكاميرو يعني إذا ما أنت قلت كده في الأول يعني أما نقل من نص النهائي يعني متى حد الكاميرون يعني يبقى مقبولة شوية إنما إحنا لازم نلعب عليه إن إحنا نعدي هذه المرحلة خطوة المغرب دي ومنقلقش بنا كتير يعني منقلقش بنا كتير وبالتالي يعني أنا شايف إن الجرعة الثقة اللي خدناها النهاردة في ماشي كدفار هتساعدنا كتير جدا تمام صحيح ما سجلناش أهداف لكن قطعت لنا فرص عديدة جدا ودي نقطة مهمة جدا يا كابتال إسلام إن يعني قد إيه بيجينا فرص ما نستفدش منها نعم دي نقطة مهمة جدا لازم نجازف عالي ببكات الكوروش يتعامل معاها عشان يعني ده جهد فريق يعني أنت النهاردة دمتش نكاوت الجن الواحد المهم تكسبه خلاص المهم تكسب وبالتالي يعني لازم يبقى فيه تعاون أكتر فيه أساسية أكتر فيه في اللمسة الأخيرة بالذات ويعني أنا بعتب على بعض القيامين عندنا فرقتنا إن هما كانوا هو بيفكر إن هو اللي يبقى صاحب الهدف دي نقطة مش لذيذة ومش هقول أسماء طبعا كلنا وشوفنا المتشف وحاسينه وبالتالي دي نقطة يعني لازم نصححها شوية عشان إحنا عندنا تحديات كتيرة جدا في المرحلة الجاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر